الخير هبة وصوار خير مجدداً لجميع مشاهدي شاشة الوطن التلفزيو الأردني نعم كما تحدثنا سابقاً هذه الإطلالة الجميلة من مدينة المفرق للحديث عن المبادرات قصص النجاح هذا الصباح سيكون حدثنا حول نادي أجيال الغد للمعاقين هذه الفئة التي لاقت الاهتمام والرعاية وأيضاً اهتمام هذه الفئة بعملية ابتكار الإبداعات وخصوصاً في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية وخصوصاً بعد أن حصل هذا النادي على منصب رئيس منطقة غرب آسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة للمزيد أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا هذا الصباح محمد الخزالة رئيس نادي أجيال الغد للمعاقين وأيضاً رئيس منطقة غرب آسيا يسعد صباحكم يعطيكم ألف عافية الصباح الخير والله عافية دكتور ناو اتحدثنا كيف هذا النادي كيف وصلتم إلى هذا الموقع كمنطقة غرب آسيا ومن محافظة المفرد بداية نشكر حضوركم ونشكر حضور التلفزيون الأردنية تفاعله دائماً مستمر مع الأنشطة خاصة فيما يتعلق برياضة والعاقة حقيقة هذا المنصب ما جاء من فراغ جاء بناء على كانت أهمية لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة في الأردن وكان توجهنا كيف نطور هذه اللعبة خاصة مع نشأة نادي أجيال غد عام 2013 فكان حبنا لهذه اللعبة وتوجهنا له في تطوير الفنيين والإداريين لحتى يكون عندنا فريق قوي منافس داخل المملكة الأمر الذي يجعل مننا أن نكون نظر مستقبلية لهذا الفريق ليكون أكثر تنافساً مع الدول المحيطة فكانت فكرة إنشاء بطولة غرب آسيا الأولى لكرة السلة عام 2016 والتي استضفها نادي أجيال غد هنا كانت البداية وهنا كان العطاف التاريخي لمسيرة النادي الحافل بلعة الإنجازات حقيقة توافد الفرق الرياضية والمنتخبات والاتحادات العربية كان محط اهتمام منهم خاصة أننا نادي ناشي واستطعنا في خلال فترة وبسيطة أن ننجز الكثير من الرياضة ونطور اللعبة لكرة السلة ونصبح رقم صعب فيه لداخل المنطقة الغرب آسيا استضافتنا لهم من خلال البطولات تنظيم إقامة الدعم اللوجستي للبطولة من مواصلات من إقامة من تنظيم تحكيم تصنيف اللعبة لكرة السلة هذا كله كان مدعاة أنه يكون فيه توجه إلى الأردن أن يكون من خلالها شخص يقود المنطقة للفترة المقبلة كذلك بما تتمتعه الأردن من موقع جغرافي من حيث نعرف أن أردن الحمد لله على مستوى الشق الأوسط من الدول العربية اللي دائما يقصدها الكثير من الاتحادات والأندياء وغير ذلك فهنا كانت البداية أنه يكون فيه نظرة أنه فعلا يكون عندنا شخص من الأردن يمثل للمنطقة غرب آسيا في الاتحاد الدولي وخصوصا من محافظة المفرق هذا الدليل والحرص أنه كم من الإبداعات الشبابية وخاصة هذه الفئة البطولات اللي حصلتم عليها نشاهد هذه الكوس في هذا النادي وخصوصا البطولة الأخيرة البطولة الخامسة جال الغد سأتكلم من البطولة الأخيرة نحن نتكلم عن نسخة الخامسة لبطولة غرب آسيا الأندية يعني هي كانت تحدي بالنسبة لنا خاصة أن هذه البطولة جاءت بعد وقف طويل للرياضة على إثير جائحة كورونا لكن الحمد لله من خلال التنصيق والتعاون مع الاتحادات العربية استطعنا تجميع الست أندياء في المشاركة في هذه البطولة الظروف كانت صعبة موضوع الفحوصات موضوع المسحات هذا كله كان صراحة عائق ولكن لم يمنعنا من إقامة هذا حدث شارك في هذه البطولة ناد الكويت الكويتي وفريق اللاذقي السوري طبعا مشاركة الفريق اللاذقي السوري بحد ذاته هو إنجاز يسجل للرياضة الأردنية كون هذا الفريق يعني منذ ما يقارب 13 عاما يعني لم يحل ضيفا ولم يشارك نظر الظروف السياسية التي يعيشها عدا عن جائحة كورونا لكن الحمد لله بالتعاون استطعنا أننا فعلا نجعل هذا الفريق تواجد معنا في الأردن كذلك فريق القدس الفلسطيني وفريق نادي النهض الأردني وكذلك نادي الرسل السعودي الله أعطيكم العافية الله يعافيكم نلتقل الآن إلى رئيس اللجنة الشبابية سيد خزالة حدثنا عن همية هذا النادي والتركيز على هذه الفئة أولا نحن الصباح الخير أتت فكرة إنشاء نادي للمعاقين في محافظة المفرق في هذه المدينة والمحافظة مترامية الأطراف والتي تضم أعلى نسبة من ذو الإعاقة على مستوى المملكة كنسبة وتناسب بين عدد السكان أيضا بعد أزمة اللجوء السوري حصل ضغط كبير على هذه الفئة كون مصابي الحروب من الجنب السوري كانوا يتوافدوا كلاجئين أيضا تشكلت الفكرة وبدأت وانطلقت عام 2013 تم تأسيس النادي بعد تغلب على صعوبات كثيرة والحمد لله أسس النادي مباشرة تم الانتساب للكثير من اللجان الفاعلة مثل اللجنة الثقافية اللجنة الاجتماعية واللجنة الرياضية اللجنة الأم بالإضافة إلى اللجنة الشبابية ولجنة المرأة أو اللجنة النسوية تم الانتساب لاتحادات كاتحاد كرة السلة واتحاد ألعاب القوة واتحاد المبارزة لكن للأسف لكثير من الظروف وأبرزها قلة الدعم المادي تم التركيز على لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة ولعبة التنز الطاولة الآن بإذن الله في توجه لعادة التنز الطاولة والتنز الأرضي لجميع الفئات نحن الحمد لله عنا فئات الرجال فئات الناشئين نركز عليها حديثا وعنا فريق نسوي لكرة السلة على الكراسي المتحركة السيد الخزالة رئيس اللجنة الشبابية في النادي شكرا لكم يعطيكم ألف عافية شكرا شكرا كما تحدث القائمين على هذا النادي هذه إنجازات كبيرة خاصة في محافظة المفرق هذا دليل والحرص على الاهتمام بهذه الفئة المعاقين من خلال دعم الإبداعات والأفكار الريادية أيضا وتحريك هذه الفئة وتشبيكها مع مختلف المؤسسات وخصوصا المجتمعات المحلية لتتمكن هذه الفئة من مواصلة الإنجاز والعطاء عودة لك هبا واكاتي في رسل ترجمة نانسي قنقر